شابتر واحد المادة والقياسات المحاضرة التسعة والأخيرة الخواص الفيزيائية والكيميائية الخواص الكيميائية بتعرف على أنها هي رغبة أو طبيعة المادة في أنها تعمل تفاعل كيميائي معين ينتج عن التفاعل ده تكوين مواد جديدة مثلا زي تفاعل السوديوم مع الماء رغبة السوديوم في أنه يتفاعل مع الماء عشان يكون هيدروكسيد السوديوم ويتصاعد غاز الهيدروجين بفرقعة ده اسمها كيميكال بروبرتس خواص كيميائية للسوديوم أو طبيعة كيميائية للسوديوم طيب إيه الخواص الفيزيائية بنقول التغير اللي بيحصل في المادة من غير ما نغير في طبيعتها الكيميائية زي إيه؟ الآيس التلك اللي هو أساساً H2O اللي هو أساساً مية ولكن موجود في درجة حرارة أليلة جداً ممكن ينصهر ويتحول إلى liquid water إلى ماء سائل لو رفعنا درجة الحرارة شوية صغيرين دوت اسمه physical change تغير فيزيائي وليس تغير كيميائي لم ينتج عنه مواد جديدة والتركيب الكيميائي بتاعه سابت قبل التحول وبعد التحول الفيزيكال بروبرتز لو هنتكلم عليها نتكلم عن بعض الصفات الفيزيائية زي الميلتينج بوينت اللي هي درجة الحرارة at which solid changes to be liquid اللي فيها الصلد بيتغير بيبقى liquid اللي فيها الصلب بيتغير بيبقى سائل وضربنا مثال بالتلج والمية حاجة تانية أو صفة فيزيائية تانية من صفات المادة هي boiling point أو نقطة الغليان وتعريفها هي درجة الحرارة اللي عندها vapor pressure equal to atmospheric pressure اللي عندها البخار الضغط البخاري بتاع مادة بيساوي الضغط الجوي في اللحظة دي تبتدي المادة انها تغلي السيديوبيليتي الزوبانية تعريف الزوبانية هي number of grams of substance that dissolve in 100 gram of solvent at given temperature هي كمية أو عدد الجرامات من مادة معينة اللي بتدوب في 100 gram من السولفنت سواء كان مية أو غيره في درجة حرارة معينة